هنا مسألة يثيرها هؤلاء الأطفال من لهم حلوم الأطفال لأنه أحيانا الإنسان قد يكون بالغ كبير بس الحلوم يعني عقله عقل طفل كأنك تكلم طفل يعني مناضجي مناضج علميا معرفيا إدراكيا يقول لك شوف الإمام أرجع إلى رواة حديثنا مو إلى الفقهة انتو شليش تقولهم فقهة نقول لها أولا زينو ماذا تفعل مع رواية العسكري عن الصادق عليهما السلام هناك فيها تصريح بوصف ماذا الفقهاء وأما من كان من الفقهاء مو رواة حديثنا صحيح فللعوامي أن يقلدوا الإمام الحجة عليه السلام لا يخالف أباءه صحيح لو كان المقصود من رواة الحديث غير الفقهاء فهذا يصير شنو مخالفة هذه ليست المخالفة هذا أولا ثانيا هؤلاء شوفوا من يعني قصة رباعهم ما أدركوا أنه اصطلاح رواة حديثنا مو معناه مجرد إنسان راوي فيتحول إلى مجرد مذياع مسجل تخلي بي الكاسيت ويشتغل تضغط بلاي يشتغل يعطيك روايات عرفتوا؟ لا لابد يكون شنو فاهم للروايات متفقه في الروايات يعرف معاني الروايات وأن كل رواية في أي موضوع أيه منه متشابه أيه محكم ليكون مثل ذول اللي مر معنا الآن في جوابنا على الأخ السائل اللي قبل أنه الإمام عليه السلام يقول له هذول ما يستوعبون فممكن يفهمون كلامي هذا على أنه تشبيه فلا تحدثهم بهذا عرفتوا؟ مو كل واحد خوي يفهم كلام أهل البيت عليهم السلام لازم الفقيه يفهم كلام أهل البيت ولذلك روي عنهم عليهم السلام كما في معاني الأخبار أنتم أفقه الناس شوفوا العبارة أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا فإذا راوي للحديث بس مفاهم الكلام شنسوي بهذا شنون أقدر أرجع له أصلا هذا ما يعرف أنا أرجع له أقول له يا عمي شنو الحكم في هذه المسألة ما يعرف يعطيني الحكم يقول أنا يا عمي أنا بس شنو عن عنا أسوي أنا عن فلان عن فلان طيك الرواية يعني حالي مثل ما حال أنت تروح تأخذ لك كتاب وسائل الشيعة و تطلع الرواية مثل ما تروح على الإنترنت و تطلع الرواية أنا هذا اللي أقدر أسوي لك يا أنا مذيع بس أذيع لك الرواية معقول الإمام يرجعنا إلى هذا إذا كان الإمام عليه السلام يرجعنا إلى هذا يعني المراد يرجعنا إلى الروايات عرفتوا كما هم يزعمون هؤلاء إليش الإمام أرجعنا إلى الرجال لا إلى الروايات كان يكفي أن يقول فارجعوا فيها إلى روايات ما قال هكذا ما قال فارجعوا فيها إلى رواياتنا و حديثنا لأنه أيضا كان سهلا متيسرا إذا كان المراد أنه الإنسان يرجع إلى نفس الروايات إرجعوا إلى رواياتنا و حديثنا معناه في ذلك الزمان تروح إلى الراوي تسئلة تقول لنطيني الرواية فهمتوا لأنه ما كان هناك ذاك الزمان يعني كتب متداولة بكثرة ولا إنترنت ولا ما أدري يعني فضائيات ولا هاي الوسائل الموجودة فتروح راح تسئلة ينطيك رواية فقط مو هذا الذي يريده الإمام شوفوا هذا من غبائهم اصطلاح رواة حديثنا يعني فقهاء اصطلاح رواة حديثنا مثل اصطلاح القراء سامعين اصطلاح القراء لأن يقولون أفتى القراء و قالوا كذا و كذا القراء شنو أصله شنو معنى القراء جمعوا القارئ يعني قارئوا القرآن بس مو المعنى أنه مجرد حافظ للقرآن و قارئ للقرآن هذا الاصطلاح في ذلك الزمان كلمة القراء كانت تطلق في الزمان في الصدر الأول على الفقهاء على المفتين عرفتوا كان يقولون ذهبت فسألت القراء فأفتوني بكذا و كذا هيراجعوها في التراث كلها موجود أو أجابوني بكذا و كذا و قالت معشر القراء عرفتوا هذه اصطلاحات قديمة كذلك اصطلاح رواة الحديث لتمييزنا نحن عن أهل الخلاف عرفتوا لتمييزنا في فقهنا عن أهل الخلاف صار الاصطلاح المتداوى الآن ذاك رواة حديثنا بس مو المقصود من رواة حديثنا هو مجرد الراوي بل الراوي الفقيه في الرواية عرفتوا لأنه كان يكفي الإمام عليه السلام إذا كان المراد ما يذهب إليه هؤلاء الجهلة أن يقول مثلا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى حديثنا المروي فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه و عليكم شلون يصير أما سيصير عرفتوا هذا غلط هذا السوء أو خلل في التفكير الإمام في الواقع أرجعنا إلى رجال ما أرجعنا إلى حديث انتبهوا لما قال فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا رواة حديثنا رجال لا لا إنهم رجال لماذا أرجعنا إلى رجال ولم يرجعنا إلى ما يحمله الرجال من علم حديث شنو السبب لأنه فهم الرجال هؤلاء حجة علينا وإلا ليش قال فإنهم حجتي عليكم إنهم كان بإمكاني أن يقول فإنه الحديث رواة حديثنا فإنه أي الحديث حجتي عليكم كان يقدر يقول هذا الكلام حتى واحد يقول لا أنا أنت مو الحج علي الحديث حج علي أنا ما قلدك أنا قلد المعصوم بس ما هي الحجاية مالتهم أذول الجهلة الأطفال لا إحنا نقول هذا رد على الإمام صاحب الأمر عليه السلام الإمام يقول فإنهم حجتي عليكم الرجال أنفسهم حجتي عليكم مو معصومين صح بس فهمهم من حيث كونهم أهل اختصاص وأهل خبرة وأهل دراية بأحاديثهم عليهم السلام فيعلمون لكل مسألة أي حديث ينطبق عليها يعني ما يجي يعطيك مثلا الحديث الذي خرج مخرج التقية مثلا يقول لك اعمل به صحيح رح يعطيك الحديث الآخر ما يعطيك الحديث المنسوخ يعطيك الحديث الناسخ مسألة لم تذكر في الروايات نفسها بنصها يرجعها إلى الأصول والقواعد عن الأئمة عليهم السلام وهكذا هذا فهمه إذن فهمه يصيب ويخطئ صح ولكنه حجه يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان له ولاد بعثهم في الأمصار نعم كان بعضهم يفتي نعم فتواه حج أم لا ممكن يخطئ فيها أم لا ممكن يخطئ خلص أنت معذور وهو أيضا معذور إذا بذل وسعة لا يكلف الله نفسه إلا وسعة إحنا في زمان غيبة ماذا نفعل إمامنا صاحب الأمر عليه السلام رسم لنا هذا الطريق وأما الحوادث الواقع أي حادثة تقع تحتاج إلى حكم شرعي فارجعوا فيها من هنا جاء اصطلاح المرجع من كلام الإمام صاحب الزمان عليه السلام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم مو فإنه الحديث إنهم حجة عليهم لهم مقام الحج علينا الحجية علينا بمحمد تعليم حفاق ماتا بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر